تتناثر جثث عناصر ميليشيات الحوثي في السحاري وعلى سفوح الجبال وبطون الأوديا في معركة مصيرية يخلها أبناء القبائل والقوات الحكومية ضد عصابات الحوثي الإرهابية في محافظتي مأرب والجوف الأولى وهي الهدف الأبرز لدى جماعات الحوثي والذي زجت بمئات العناصر من المغرر بهم إلى موت محقق دون الاكتراث لمصائرهم في هذه الجبهات صرواح والمخضرة هي الأكثر الجبهات التي حاولت منها الميليشيات تنفيذ هجماتها المتلاحقة حيث بلغ عدد المحاولات أكثر من 13 محاولة حوثية باءت جميعها بالفشل الذريع البعض من تلك المحاولات كانت قد وصلت العناصر الكهنوتية إلى بعض المواقع منها معسكر كوفل بصرواح لكن أحلام الكهنوت أنتهت بعد ساعات من وصول التعزيزات للجبهة وتمكنت القوات الحكومية مسنوطة برجال القبائل من استعادتها وتأمين المواقع المحيطة بالمعسكر منها جبل الجعارم وباتت نيران القوات الحكومية تصوب على جبال تياس وتبت الحمراء أما في شرق الجوف فقط صدت القوات الحكومية مسنوطة برجال القبائل هجومين واسعين للميليشيات الحوثية في جبهة الشهلاء والدحيضة حيث دارت أشرس المعارك بين الطرفين تمكن رجال القوات الحكومية من كسر الهجومين وأوقعوا في العناصر المهاجمة قتلى وجرحى بالعشرات مع أسر عدد منهم بعد محاصرتهم في إحدى اتباب لساعات كنت في المحويت وبعدين كنفتنا حالة نفسية ومرضة عن المرض قرروا لي قالوا بأن أرزقنا حالي جاكوا بأن أديك دورات حتى تقرير تقاتل أحذية أمريكا وإسرائيل الذي قاتوا مع أمريكا وإسرائيل قد بلدات الذي بعضينهم أرضهم وشرفهم وقرروا لقنا من بعض الأقوال وبعدين دخلونا دورة وما عاش اليوم في صنعان حجر سلح تحديك وبعدين نم جاوبونا لا صنعان ومن صنعان جاوبونا لا الجوف مادرس والله هو الموقع تم بحمد الله السيطرة اليوم على أتباب كان قد تسلل لها العدو الحوثي وهؤلاء أسرهم يأكلون مننا ويتغدون معنا والحمد الله الحمد لله على التمكين والنصر والثبات والرزة والشموك وتحية الجمهورية اليمنية اتساع المعارك بأكثر من جبهة في الجوف ومأرب يأتي كتصعيدا جديد لميليشيات الحوث الإرهابية على المحافظتين إلا أن تصدع كبير ينخر صفوفها رغم محاولتها البائسة لكسب المعارك على الأرض غير أن يقضت القوات الحكومية ورجال القبائل تجعلها تحصد الخيبة والخسران في كل محاولة يسقط فيها عشرة المغرر بهم ويسقط مشروع الكهنوت العنصري أرضا عبد العالم دحلان محافظة مأرب قناة اليمن اليوم